طيب في حكاية عايزة أحكاية لكم مهمة جدا جدا عن برونو سابيو برونو سابيو برونو سابيو كده كده الأهلي خلاص مش عايزه أدي أول جملة هيه كده كده الأهلي مش عايزه الأهلي مش عايز برونو سابيو واضحة يا مش بحتاج كمان معلومة يعني بس هو حتى المعلومات هو مش عايزه طيب نادي الأهلي في الفترة الأخيرة بدأ يتفاوض مع برونو سابيو على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي الأهلي تكلم مع برونو سابيو وقال له هنفسخ العاد وهتاخد نسبة 25% من كامل مستحقاتك عن ثلاثة مواسم يعني هياخد 25% عن ثلاثة مواسم والراجل كان مزمزق في الأول وقال له أنا عايز نصف القيمة وأفسخ بالتراضي قالوا لا 25% فبدأ يبقى عنده شوية مرونة بدأ الأيام اللي فات كان يبقى عنده شوية مرونة فجأة فجأة روح للنادي الأهلي وقال لهم لا عايزين تفسخوا عقدي أنا عايز عقدي بالكامل بالكامل اللي هو الثلاثة مواسم كم بقى عقده بالكامل ده جماعة بنو سابيو عايز ياخد كم من الأهلي عشان يمشي 57 مليون و200 ألف جنيه ده بالمصر 57 مليون و200 ألف جنيه عشان يسيب النادي الأهلي اللي الأهلي استفاد منه كم دقيقة في الموسم أصلا وهنا نرجع ونقول يا جماعة نختار صح يا جماعة ناخد بالنا يا جماعة اللعيبة البرازيليين مش من السهل يجينا برازيلي في الدورة المصري ويكون كويس نحسب ألف حزبة أو الأهلي دلوقتي مطالب ب57 مليون جنيه و200 ألف عشان يخلص من برونو سابيو موضوع صعب يعني وإن كان يعني بصراحة برضا شباق أمين الأهلي فتاة اللي فاتت بدأ يتحسن كثيرا في موضوع الأجانب باستثناء برونو سابيو برونو سابيو بالمناسبة كان فيه في اللقاحة القديمة في الاتحاد المصر قوات القدم إن اللاعب اللي ما يشاركش 10% من إجمال المباراة فريقه في الموسم من حقه يفسخ العقد من طرف واحد بس الكلام ده مش موجود دلوقتي في لقاحة اتحاد الكرة هل بقى الراجل يلجأ للاقاحة الفيفا ويشوف اللي فيها إيه؟ الله أعلم الأيام اللي جاية هيبقى فيها إيه؟ بس كده كده العلاقة بين الأهلي وبرونو سابيو منتعي حتى لو لقيته شاركة في بعض الدقايق في بعض المباراة حتى يعني طيب